أكد رئيس جامعة تكريت الأسبق الدكتور ماهر علاوي خلال استضافته ببرنامج المعادلة والذي يعرض في التاسعة من مساء اليوم السبت عبر وان نيوز أن اجتهادات القضاة بالمحكمة الاتحادية لا ترضي الساسة في بعض الأحيان مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية أكدت صحة نتائج الانتخابات الأخيرة وأوصت بالعد والفرز اليدوي هو واجب أن يفسر فهم أيضا يجتهدون اجتهادات ما ترضي النبات مثلا يجتهدون في موضوع معين يعني خاصة هاي كتلة الأكبر نفط غاز نفط والغاز نتائج الانتخابات هاي صارت بالواحد وعشرين هي كإجراءات قالت هاي الإجراءات الصحيحة ما بها تزوير أو طهر لكن هي يعني أبدت رأيي أنه يجب أن يعدل القانون ويصير عدو فرز يدوي مجلس النواب ممكن يأخذ بالتوصية ممكن هي بصراحة يعني المحكمة النوبات هي دائما تمتنع تقولاني الفراغ التشريعي ما أدخل به يعني إذا الدستور ملزم الحكومة بإصدار قانون ويصير النواب وما صدار ما حد يقدر يلزم عن طريق المحكمة الاتحادية بإصدار هذا القانون ترجمة نانسي قنقر شكرا